من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد سهيل الشاعر سهيل يعني يبدو أن ردود الأفعال غير مرحبة بهذا الترشح من قبل الجمهورية ماذا عن ردود الأفعال في صفوف الديمقراطيين؟ سنهار بالنسبة للديمقراطيين هناك ردود أفعال متباينة هناك جانب مرحب برئيس بايدن وترشحه للانتخابات في عام 2024 وهناك جانب آخر كان يرغب أن لا يرشح الرئيس بايدن نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لتقدمه في السن ونظرا لوجود مشاكل وقعت خلال فترة حكمه وبالشكل الخاص مشاكل اقتصادية ومشاكل في ارتفاع أسعار الوقود نهيك عن المشاكل التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط تحت نظر الإدارة الأمريكية الحالية وبالتالي هناك من الجانب الديمقراطي من كان يفضل أن يتم ترشيح شخص آخر للقيام بهذه المهمة ولكن الرئيس بايدن بحسب الفيديو الذي بثه صباح اليوم كان يتحدث عن مهمة لم تنجز بعد بشكل كامل وهذه المهمة تتصل بإعادة اللحمة إلى المجتمع الأمريكي المنقسم على ذاته بين جمهورينا وديمقراطيين إضافة إلى تسوية الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم اقتصادي في المرحلة المقبلة هذه كانت الوعود التي قطعها بايدن على نفسه خلال هذه الفيديو الذي بثه صباح اليوم وهو يتحدث عن ما يأمل أن يحققه في السنوات الأربع المقبلة في حال تم ترشحه وفوزه بالانتخابات في عام 2024 الآن سوف يكون أمام الرئيس بايدن مهمة أخرى وهي تخطي الأشخاص الآخرين الذين رشحوا نفسهم في الحزب الديمقراطي كمرشحين للرئاسة عن الحزب العام 2024 وسيكون هناك انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي وخلال هذه الانتخابات تمهيدية سيكون على الناخب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان الناخب الأمريكي الديمقراطي أن يكون مستعدا لوضع ثقته بالرئيس جو بايدن مجددا لخوض الانتخابات بشكل كبير ولكن الكثير من المحللين وبشكل خاص المحللين من الجانب الديمقراطي يرون أنه قد يكون من الصعب على جو بايدن أن يحقق الالتفاف الكامل للحزب الجمهوري حول نفسه ومن الصعب أن يكون المرشح الذي يأمل الديمقراطيون أن يكون مرشحهم للانتخابات المقبلة ولكن من الجانب الآخر هناك من يرى أن حتى الآن لم يتقدم أي شخص له الكارزمة الكافية والشخصية السياسية الجذابة لكي تكون المرشح البديل الأفضل بالنسبة للحزب الديمقراطي وهذه هي المشكلة التي تواجه الديمقراطيين حاليا في الشارع السياسي الأمريكي سهيل الشاعر مراسل الغد من واشنطن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر